السلام عليكم ورحمة الله شباب. في الفيديو اللي فات بعد ما نزلنا برنامج التامنزينر واحد وعشرين من الموقع الرسمي. فاضل حاجة بس هنعملها عشان البرنامج يشتغل معانا وما يجديش اي رسالة هنجي على البرنامج. هنفتحه دلوقتي. البرنامج بعد ما يفتح هتلاقيه بالشكل اللي قدامك ده. هتيجي من هنا كده في الحتة اللي فوق دي. من هنا كده يا شباب. هتضغط هنا. وهتختار اه بعد كده هتيجي هنا هتلاقي عندك بتاعتك دي هتفتحها. تتاكد ان ما فيش هنا مطلوبة تعمل لو في اي مطلوبة تعملها تضغط عليها عشان تحملها يعني. تمام? بعد كده هتيجي على هتيجي هنا كده هتلاقي في هنا شرطة في دي هنا هتلاقي في هنا شرطة. هتضغط وتضغط اه هتضغط على دي وتيجي هنا كده تضغط تمام? اه بعد كده المفروض لما تفتح ما تلاقيش هتلاقي ديت هتلاقيها مش حمره هتلاقيها آآ بقت كلام ابيض زي ما مكتوبة قدامك كده. في البداية خلاص اول ما تفتحها هتلاقيها اللونها احمر. تمام? يعني مش متفعلة. فانت لما تعمل هتلاقي ديت ابيض التاني وهتلاقي البرنامج معاك اشتغل تمام. ما تيجي تعمل هنا وتعمل وتعمل مش هتديك رسالة هيفتح لك القيمة اللي قدامك دي على طول. تمام? طيب. هنبتدي دلوقتي بقى. آآ طبعا ده برنامج جديد عايزين نتعرف عليه. آآ عايزين ننشئ آآ بروجيكت جديد. نعرف ازاي ننشئ البروجيكت ده ونعرف آآ الطريقة الصحيحة لانشاء البروجيكت. آآ هنيجي دلوقتي يا شباب من قيمة آآ فايل. هنعمل نيو. نعمل آآ نيو بروجيكت. هتلاقي هنا عندك اختيارات كزا اختيار كده هتلاقي عندك تلاتة شتة خمسة. وعندك حاجة اسمها وحاجة اسمها احنا نشتغل على تمام? الالطيام تلاتة شتة خمسة ديت ديت آآ انت ممكن تشتغل على بس اونلاين. تمام? فاحنا نشتغل على اللوكال بروجيكت اللي تحت دي. يسمي البروجيكت بتاعتك مسلا هنسميه آآ فلاشنج. فلاش. فلاشنج لد. تمام? بعد كده هتحفظ البرنامج بتاعك في اي آآ فولدر عندك. انا هحفظ البرنامج. حاجة هنا كده اعمل نيو آآ نيو بروجيكت نيو قصدي فولدر. واسميه ديزاين مسلا. واعمل سليكت للفولدر. تمام? يبقى كده البروجيكت بتاعي هيتحفظ جوه الملف اللي هو اسمه ايه? آآ اللي اسمه آآ هو كان اسمه ايه? انا مش فاكر. آآ كان اسمه تمام? طيب. بعد كده هعمل كريت. هيعمل بيعمل هنا دلوقتي كريتينج البروجيكت. هتلاقي هنا البروجيكت جالك على اليمين عوات اسمه دوت آآ بي ار جي بي سي بي. ده ملف البي سي بي الاساسي. تمام? طيب الملف الاساسي ده? تمام انت خلاص حفظته. طيب الملف ده بيكون جوا ايه? بيكون جوا ملفين تانية. الملف خاص بي وملف خاص بالبي. الملف الخاص بالسكماتيك ده. بيكون فيه الرسمة اللي هي عبارة عن الكنبوننت النظرية. تمام? آآ اما ملف بيكون فيه الدائرة بشكلها الحقيقي اللي هو اصلا هينطبع على البي سي بي. تمام? فانت تعمل ايه? تضغط هنا كده تعمل اد نيو تو بروجكت وبعدين تضيف اسكماتيك. هتلاقي الاسكماتيك بتاعتك انضافت هنا كده. وبعدين تعمل آآ بي سي بي. تمام? زي ما انت شايفين كده اد الاسكماتيك انضافت وادي البي سي بي ايه انضاف. طيب الخطوة اللي بعد كده اعمل ايه عشان البروجكت التعم يكونش في مشاكل. اروح جاي عامل سيب لمين? ليه الاسكماتيك. لما عامل سيب للاسكماتيك هلاقيها لوحدها كده راحت اتحفزت في نفس الملف اللي انا حفز فيه اللي انا حفز فيه الفولدر الاساسي بتاع المشروع اللي هو كان اسمه او اللي هو الدزاين يعني. تمام? يبقى الفولدر اللي اسمه كان محفوظ فيه مين? محفوظ فيه الملف الاساسي للمشروع اللي هو بيحتوي على الاسكماتيك وبيحتوي على البي سي بي. لما اجي احفظ الاسكماتيك هتروح برضه تتحفظ في نفس الملفة. لازم تتحفظ في نفس الملفة. هسميها مسلا برضو فلاشنج ليد. فلاشنج ليد. وبعدين اضغط اوكي. بعد كده احفظ البي سي بي كمان يا شباب. تمام? برضه سميه فلاشنج ليد. طيب. يبقى كده شباب انا حفظت تلات ملفات بتوعي اللي هو الملف الاساسي بتاع المشروع. حفظته في آآ فولدر اسمه ديزاين. وبرضو الملفين التانيين دول حفظتهم في نفس الفولدر آآ اللي هو اسمه ديزاين. يعني بالتالي التلات ملفات دول لازم يكونوا محفظين في نفس الايه? في نفس الفولدر. تمام? طيب. آآ عشان لو ما حفظتهمش في نفس الفولدر هيظهر لك مشاكل بعد كده في في الدزاين بتاعه. طيب انا حامي بقى في البرنامج وافتح البروجيكت من جديد. اشوفه يعني اتحفظ ازاي وما اجه افتحه هفتحه ازاي. تعالوا كده نقفل البرنامج دوت. تمام? بيقول لك سيفي تشانجز تو آآ ال اي دي بروجيكت. هتقول له يس يعني بقول لك انت عاوز تحفظ آآ البروجيكت بتاعك اي تغيرات فيه يعني هتقول له يس. يبقى انت كده خلاص البروجيكت بتاعك تتحفظ. ويتقفل. طيب. هنجي دلوقتي ادي الملف اللي انا حفظ فيه الفولدر بتاعي هتفتحه كده. تمام? هتلاقي ايه جوا شباب? هتلاقي ادي الملف الاساسي بتاع المشروع بتاعك. تمام? اللي هو اسمه آآ بي جي آر آآ بي ار جي بي سي بي. تمام? وهتلاقي عندك هنا ملف آآ البي سي بي آآ دوكيومنت وعندك الملف اللي هو الاسكماتيك دوكيومنت. يبقى دول التلات ملفات اللي انت ايه اللي انت حفظتهم محفوظين التلاتة في نفس الفولد. طيب لما تيجي تفتح البروجيكت بتاعك المفروض ان انت تضغط مرتين على ده. فالمفروض ان هو ايه? المفروض ان هو يتفتح. طيب هو هنا عشان مش قاري يا شباب او البرنامج او الملف ده مش مقاري على البرنامج فانت ممكن تخلي تقريبها على البرنامج ازاي? تضغط راتك لك. آآ اتشينج. وتختار البرنامج بتاعك اللي هو دوت ايكس اي اللي هو يعني. تمام? تعمل اوكي? خلاص كده تقدر تضغط هنا بقى. تضغط على ملف البرنامج ده فهيفتح لك دلوقتي وعاوزكوا تركزوا دلوقتي هو هيفتح ايه? زي ما انتم شايفين كده شباب لما لما انا ضغطت على ملف البرنامج زي ما انتم شايفين هنا كده على الشمال. فتح لي ملف الاسكماتيك والبي سي بي عشان آآ فتح لي ملف الاسكماتيك والبي سي بي كمان. تمام? من غير ما نفتحهم. ليه? لان ده الملف الاساسي اللي بيحتوي على ملف الاسكماتيك وملف البي سي بي. فانا لو فتحت الملف الاساسي هيفتح لي الاسكماتيك والبي سي بي الواحد. تمام? لو انا ضغطت هنا على ملف الاسكماتيك كده ضغطتين. هيفتح لي الاسكماتيك قدامي. تمام? بعد كده لو ضغطت على ملف البي سي بي هيفتح لي البي سي بي آآ فايل دلوقتي. زي ما نتو شايفين كده يا شباب. طبعا برنامج يعني هو غاني عن التعريف آآ من اقوى البرامج المستخدمة في البي سي بي. آآ زي ما شوفنا في الفيديو الاولاني في الانترودكشن. انا وردتكو في دواير انا اعملها آآ احترافية جدا ببرنامج ببرنامج ده آآ يعتبر اسهل من برنامج ايجل واسهل من برنامج واسهل من كل البرامج اللي موجودة بس لما تتعود عليه. لو تعودت على برنامج سدقني مش تحيل تروح تشتغل على اي برنامج تاني لان فعلا برنامج من قطر التولز اللي فيه بيخلي لك عملية الدزاين آآ السهل الممتنع زي ما بيقوله. طيب تعالوا نتعرف على الواجهة كده بتاع البرنامج. آآ اول حاجة شباب هتلاقي عندك على اليمين هنا كده. هنكبر بس الشاشة شوية. هتلاقي عندك على اليمين هنا. لو انت فتحتها كده. آآ هتلاقي فيه مكتبتين اصلا بينزلوا مع تمام? مكتبتين بينزلوا مع حاجة اسمها وحاجة اسمها ديها بتلاقي جواها مسلا. آآ بتلاقي حاجات كتير. ديت بتلاقي جواها آآ مثلا آآ بتاع 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 بتلاقي جواها كلها آآ روزيتات بقى حاجات من دي. تمام? فدون المكتبتين اللي بينزلوا لك جاهزين مع ايه برنامج طيب في حالة ان فيه انت مش لقيها جوا برنامج تتصرف ازاي? كلام ده كله هنشوفه في الفيديوهات الجاية. آآ الموضوع بسيط جدا. وهتلاقيه اصلا مدعوم بكسرة كمان عن البرامج التاني. طيب لو انت مسلا الصفحة اللي فتحها لك قدامك دي. انت عاوز ترسم فيها مسلا الرسمة. الرسمة دي كانت كبيرة قوي او كبيرة جدا عن اللجوم يعني. آآ وانت عاوز تكبر حجم الصفحة تعمل ايه? هتضغط او تضغط مرتين كده هنا. هتلاقي هنا فيه بيقول لك انت عاوزوا ايه? ولا ايه زيرو ولا بيه ولا الحاجات اللي قدامك دي. لو انت اخترتوا مسلا ايه زيرو هتلاقي حجم الصفحة كبر زي ما انتم شايفين كده. حجم الصفحة كبر عام الاول. تمام? طبعا انا ايه? انا كده كده هنصمم دايرة صغيرة في الاول فاحنا هنخليه ايه وان زي ما كان? او ايه بس زي ما كان? انا بس حبيت اعرفكو ازاي تكبره حجم الصفحة. طيب. فوق كده شباب الشريط اللي هو هتطولك فوق ده. لازمته ايه? تعالوا كده نبص عليه. اول حاجة هنا يا شباب. اه هنا لو انت لما ترس الكمبوننت وتيجي تعمل الكمبوننت بتعمل واير من هنا. طيب لو انت عاوز مسلا او عاوز اه او الحاجات دي بتلاقي كلها محطوطة هنا. تمام? الحاجات دي كلها هنبتدي كده واحنا شغالين ايه? هنتعرف عليها واحدة واحدة. وهنعرف كل طول لازمتها ايه. انا بحب كده واحنا شغالين كل طول اه يعني خلاص هنستخدمها هنعرفها. بدل ما اقول لكم كل الطول زي بتعمل ايه? وفي الاخر ايه? مش كلام مش هيثبت في مراتكم يعني. طيب. انا افترض يا شباب ان احنا عايزين نعمل اه بدل ما نعمل دايرة فلاش فلاشنج لليد يعني اه انا فكرت ان احنا نعمل دايرة عملية اكتر. اه ممكن نعمل مسلا الناس اللي هي مسلا بتشتغل في المسابقات وبيعملوا خصوصا الناس اللي هم المبتدئين يعني. اه ممكن نصمم مع بعض دايرة اه تكون اللي هو بيحس مسلا باللون الابيض او اللون الاسود مسلا. تمام? الدايرة ديات ببساطة جدا عبارة عن ايه? عبارة عن ليد. اه بتكون اه عبارة عن ليد ترانسيبر اه ترانسيميتر قصدي وليد ريزيبر. الليد اللي هي الترانسيميتر ديت عاملة بالزبط زي الليد بتاع ريمود التلفزيون كده. اه بتطلع اشعة اه اشعة معينة. المفروض ان الاشعة ديت اه لما بتصطدم بجسم اه ابيض. تمام? فبتنعكس على الليد التاني اللي قدامك دي. فلما تنعكس على الليد التاني اللي قدامك دي بتولد جهد معين هنا بيخش على الرجل رقم تلاتة. تمام? طيب. الجهد اللي داخل على الرجل رقم تلاتة ده. لو هو اكبر من الجهد اللي خارج من المقاومة المتغيرة اللي هي على الرجل رقم اتنين. يعني لو الفولت اللي على الرجل رقم تلاتة اكبر من الفولت اللي على الرجل رقم اتنين. الفولت اللي هيخرج من الاي سي ده اللي هو اسمه لام تلتمائة تمانية وخمسين هيبقى موجب. يبقى بالتالي الجهد لو على رجل تلاتة اكبر من الرجل اتنين يبقى الجهد اللي يخرج لي على الطرف واحد هيبقى آآ جهد موجب وبالتالي الاي سي ده شغال هنا ككمبراتور تمام يعني كمقارن بيقارن اشارتين ببعض اما لو الجهد تلاتة ده آآ اقل من الجهد اتنين يبقى هيخرج لي هنا آآ زيرو آآ فولب تمام طيب فبالتالي لو الليد دية آآ انا مسلطها على ضوء ابيض يبقى بالتالي الاشعة اللي كانت طالعة منها تنعكس على الليد التانية فالجهد على الرجل رقم تلاتة آآ هيبقى اكبر من من الجهد على الرجل رقم اتنين تمام آآ فيخرج لي جهد موجب هنا على المقاومة اللي هي آآ ر تلاتة فيشغلي الليد اللي برا دي تمام فكده انا هيعتبر بحس باللون الابيض والاسود طيب في حالة لو الجهد على الرجل رقم تلاتة اقل يعني في حالة مسلا ان الليد ديت اللي هي الاي ار دي حاسة بابيض يعني انا حاطت قدامها لون ابيض. والجهد على الطرف رقم تلاتة اقل من الجهد على الطرف رقم اتنين. عن طريق المقامة المتغيرة ديت ممكن ان انا اقللها شوية. لحد ما الجهد عليها يكون اقل من تلاتة فبرضه هيطلع ليه? هيطلع لي موجب على الرجل رقم واحد. هو ده مش موضوعنا هنا في الكورس. تمام? اه ان انا اشرح الدايرة يعني. اه بس ده شرح كده يعني ايه? على الماشي كده بحيث ان احنا ايه نبقى فاهمين الدايرة. اه اللي احنا بنصممها على برنامج طبعا انت لو حطيت ايدك اصلا قدام الاتنين ليد دول. تمام? اه المفروض ان اللد اللي برا دي هتنور اصلا لان كده كده الضيق لما يسقط على ايدك هنعكس على اللد التانية. فهتلاقي اللد اللي برا دي ينور. المفروض بان الدائرة اللي قدامنا ديت احنا نعملها بدايرة تانية بالشكل اللي قدامنا ده كده. تمام? المفروض الدائرة دي بعد ما اعملها بيسي بيه على البرنامج. تطلع لي دايرة بالشكل اللي قدامنا ده. قدي الاتنين اللي دا همت قدي الترانسيمتر اللي هي دي ودي الريسيبر. لو انت حطيت ايدك قدامهم. المفروض ان الضوء هيطلع من الليد البيضو دي. بعد كده ينعكس من على ايدك على الليد السودة. فتحصل بقى لعملية الكمبارزون اللي هي بيعملها الكمبارزور الاسمر ده. فيطلع لك هنا على البنة اللي على الخارج. يطلع لك هنا خمسة او يطلع لك زيرو. آآ طبعا جدارة بسيطة جدا بس انا حبيت ابدأ بيها. آآ طبعا احنا هنعملها كمكونات عادية في الاول. آآ يعني ايه مكونات عادية. هنعرف كمان شوية يعني ايه مكونات عادية ويعني ايه مكونات آآ 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 الدار اللي قدامكم ده يا شباب اللي هي على الشمال دي. دي آآ عبارة عن مكونات عادية او مكونات سروهول. يعني ايه مكونات سروهول? يعني آآ المقاومة اللي قدامكم ديها تليها رجلين. تمام? ورجلين دول بيدخلوا كده في البردة ويتلحموا من اليمة التاني. تمام? زي برضو اللي دي دي لها رجلين وبدخلوا كده وبيتلحموا. الاي سي نفسه آآ ليه رجول بتدخل في قلب آآ البي سي بي وتتلحم. اما المكونات اللي هي الاس ام دي او بكون مكونات سطحية يعني. يعني البدات بتاعتها بتتلحم على السطح زي ما انتم شايفين كده. المقاومة اللي قدامنا دي ما لهاش رجول. تمام? هي بتتحط كده وتتلحم على سطح البردة. آآ ممكن الصور بتاعتها مش عالية شوية فانا هجيب لكم سلطين تانيين. بحيث تعرفوا ايه الفرد. زي ما انتم شايفين يا شباب دلوقتي في السلطين دول. آآ دي مجموعة مقاومات آآ اس ام دي. آآ المقاومات ديات ما لهاش رجول زي ما انتم شايفين هي بتتحط كده على سطح البردة وتتلحم على سطح البردة من فوق. زي ما شوفنا في السلطين اللي فاتوا. تمام? آآ اا دي الصورة اللي فاتتها برضو فيها مقاومات لو انتم شايفينها ملحومة على سطح البردة زي ما انتم شايفين. طيب اما التانية دي يا شباب المقاومات لها رجول وملحومة على آآ البردة نفسها الرجول ملحومة. اللي هي زي المقاومات دي كده مقاومات تروح والآآ يعني بيتخرم لها في البردة وبعد كده الرجل بتتحط في قلب الخرم وبعد كده ايه تتلحم. فاحنا في البداية خالص هنصمم الدايرة بالمكاومات بالمكونات العادية اللي هي لها رجول زي دي كده. وبعد كده في اه الفيديوهات اللي جاية هنتعلم ازاي نصممها باستخدام اه المكونات اللي ايه اللي قدامكم دي. وطبعا التصميم او الدزاين بالاسم دي بيكون اكفأ بكتير جدا من اه التصميم باستخدام السروه الكمبوننت اللي قدامنا دي. اه وكمان الاسم دي بيكون اسهل بكتير جدا في اللحام من السروه. طيب انا عشان ما طولش في الفيديو قوي اه احنا كده عارفنا احنا نعمل ايه وانشغل في ايه في الفيديو اللي جاي. اه فانا اكتفي بالفيديو ده بالقدر ده. اه وان شاء الله هشوفكم في الفيديو اللي جاي والسلام.